مطاربة تميز يوم الغد بحول الله كافة المناطق الشمالية أجواء غائمة على العموم بالمناطق الوسطى والغربية الأمطار بحول الله ستكون حاضرة على شكل زخات وعلى فترات هدى على المناطق الوسطى والغربية الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بالمناطق الشرقية مع أجواء غائمة تماما بالمرتفعات الداخلية احتمالا تتساقط أيضا حبات البرد حتى على منطقة الوحاد الأجواء ستصبح ملبة خلال الظاهرة مرفوقة بتساقط لبعض الأمطار الرعدية أحيانا أيضا حبات برد بينما تبقى سحب عابرة بشمال الصحراء وأجواء مشمسة بالجنوب الغربي تكون مغاشات مع بعض الرعود نحو أقصى الجنوب إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي احتمال لأمطار محلية بالجنوب الشرقي الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تكون باردة بالمناطق الداخلية الوسطى والغربية 3 درجة فقط بالبيض 10 إلى 12 بسواحل نفس المقياس تقريبا بشمال الصحراء والوحد بينما ستقرب 9 درجة فقط ببشار 14 درجة بأدرار 17 بإليزي إناميناس 8 ناستواجر نت وترتفع إلى غاية 24 درجة بأقصى الجنوب أما عن درجات الحرارة قصوى تبقى باردة بالبيض 9 درجة فقط 16 درجة منتظرة بالعاصمة 14 بقسنطينا وتزيوزو تتصل إلى 17 درجة بسكيك داعنابة مستغان مهران وتليمسان ما بين 20 إلى 22 درجة بشمال الصحراء ترتفع إلى غاية 27 درجة بالصحراء الوسطى وتقارب 37 درجة كعلى من قياس بأقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والسيد البحر يوم الغادة البحر سيكون مطرب بسواحل الوسطى والشرقية وكثير الإطراب بسواحل الغربية الرياح تتنى من شرقية إلى الشمالية الشرقية سرعتها ضعيفة بسواحل الوسطى تشتد نحو سواحل الشرقية لتقارب 50 كم في ساعة وتبقى معتدلة بسواحل على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا و53 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وادمتم في أمان الله